بعد الفاصل خلينا نبدأ حلقتنا نهاردة بقرار جهاز حماية المستهلك ويمكن كان دينا الصبق ان احنا كنا من اوائل الناس اللي شرفنا رئيس جهاز حماية المستهلك واتكلمنا في الجزء اللي يخص القرار بشأن الاعلان عن اسعار السهلات قرار مهم جدا وظاهرة الاوفر برايس المستمرة اللي ماشية طول الوقت عمالة في تزايد مفيش عربيات فالعربيات اللي موجودة او اللي عنده عربية عمالة يرفع الاسعار فكان مهم جدا يبقى فيه رقابة يمكن قرار حماية المستهلك يقدر يقلل شوية من الظاهرة دي واتمنى خصوصا من وجهة نظري هي بس مش الظاهرة دي الخطورة العربيات اللي جاية عن طريق اشخاص او مش من عن طريق شركات كبيرة او مش عن طريق وكيل فيه طريقة استراد معينة مهم جدا تبقى ورق دخول العربية دي مظبوط وكل شيء داخل مثبت ومعروف للعميل فلوس حضرتك مهمة جدا قبل ما تحط في اي عربية الفلوس دي تبقى متأكد ان الفلوس دي مش حضيه عليك خلينا اقول لكم القرار كان بينص علي الزام شركات ومعارض السيارات بالاعلان عن اسعار السيارات المعروضة للبيع باللغة العربية وان يتضمن الاعلان السعر شامل للضريبة ومعصفاتها موضحة بالبيانات يعني ايه ببساطة كده يعني حيبقى فيه ورقة على العربية مكتوب فيها السعر العربية اللي بيتعرض ولو عليها اوفر برايس او عليها اي زيادات تتحط يعني الرقم اللي حضرتك حتلاقيه مكتوب في الورقة دي هو اللي حضرتك حتدفعه وتاخد بيه فطورة من الشركة فيه نقطة كمان مهمة كل البيانات ومواصفات العربية لازم تكون مكتوبة في الورقة دي يعني حضرتك حتشتري عربية فيها مواصفات معينة يجي الولد لطيف واب بيبقى لك واب هيد اوب ديسبلي واب 40 ايرباج وابش عارف ايه وابا كل الكلام ده لو مش مكتوب في الورقة اللي بيتم الاعلان فيها عن العربية تتوجه فورا مكالمة او واتساب لجهاز حماية المستهلك فورا تتطبق غرامة ممكن توصل لتنين مليون جنيه للمكان اللي حالك بتشتري منه العربية دي طب انا استفدت ايه كعميل دلوقتي استفدت ان انت بتشتري عربية كل البيانات اللي مكتوبة هتلاقي في العربية الاهم كمان السعر اللي حضرتك بتدفعه ويبقى فيه جزء تاني مكتوب عليه كده اوفر برايس مش مزبت في اي حاجة مزبت اذا الفاتورة اللي انت مشتري بيها العربية ممكن تبقى سلح زحدين لو عليها اوفر برايس وانا ضد الاوفر برايس وبقولك ما تشتريش باوفر برايس ما تشتريش بفلوس زيادة عن تمن العربية لكن لو اضطريت تبقى الفلوس دي مزبتة حق الدولة وصل وفي نفس الوقت انت معاك فاتورة بتقول ان انت مشتري عربية دي ب11 جنيه مش ب10 جنيه يعني هي 8 جنيه والرجل بيباحها ب11 فانت لما تيجي ببيعة العربية تقول له والله انا مشتريها ب11 يقول لك يا باش انا مالي العربية سعرها 10 جنيه تقول له طب انا مالي انا اشتريتها ب11 ايه اللي يزبت ساعتها تقول له اهو انا معايا فاتورة بتقول ان انا دافع 11 جنيه هل هتقلل او هتخفي ظاهرة الوفر برايس يمكن تقللها شوية لكن اعتقد ان لازم يكون في تدخل اقوى من الدولة عشان نقدر نوصل لانهاء الظاهرة دي الجزء فيه جهاز عندنا بيحمي السلع والتنافس بين الشركات وبين التجار يعني يبقى فيه موضوع من التنافس بشكل مظبوط اعتقد محتاج انه يتدخل اي حد يقدر يتدخل ان يخلي الظاهرة دي تنتهي ياريت انا بالنسبة لي فيه خوف على فلوس حضرتك وفلوس حضرتك وشاءك اللي انت تعبان فيه وبتحطه في عربية ويجي واحد يحط لك فوق تمن العربية دي رقم تاني مالوش صلة باي شيء النهاردة وصلنا ان بعض العربيات من المصنع الصيني اللي كنا زمان افتكروا رجعوا معايا كده كنا بقول يا راجل ده مين هيشتريها سبعين الف جنيه في عربية النهاردة وصل عليها اوفر برايس من مصنع الصيني تسعين الف جنيه مش تقليلا من المصنع الصيني بالعكس المصنع الصيني في بعض العربيات بدأ يقرب ويوصل للسوق الاوروبي مش هيبقى زي طبعا العربية الاوروبي بس هوارد انه يحصل ده بس هو عايز يدخل للسوق الاوروبي افتكر معايا كده العربات الكوري اول ما جدت اول ما نزلت للعربات الكوري وتحديدا في سبعة وتسعين وتمانية وتسعين وبدأت العربات دي تظهر وتبقى موجودة بدأت الناس تقولك يا راجل حد يشتري عربات كوري طورت والمصنع كبرت والشركات كبرت وبقت اسماء معروفة وبدأت دلوقتي تنافس مصنعين كبار جدا والاهم قدرت تاخد اختبارات السلامة والامانة الاوروبية وتخش عرباتهم مثل السوق الاوروبي اعتقد خلال كام سنة هنلاقي او اقل من كام سنة هنلاقي العربات الصينية بعض الشركات لان مش كلها طبعا عندها المواصفة المزبوطة بعض الشركات اللي هتقدر تلاقيها بتنافس في اسواق زي سوق امريكا وسوق اوروبا وياخد معايير السلامة والامانة المزبوطة وفي الحالة دي العربيات دي هتبقى بتنافس بشكل كبير جدا في كل الاسواق وساعتها هيبقى يقولك لا بس اصل دي مش عارف ايه في الاخر احنا في فترة صعبة جدا خلاصة الكلام ومع كامل احترامي لكل الناس اللي قاعدة بتتكلم وبتقول كل الناس دلوقتي بتتكلم في العربيات كل الناس حتى اللي مش متخصص او ما عندوش دراية بالمعلومة ادي كلامه وخلاص فخلي بالك لو انت دلوقتي